بعضهم حتى كتير من أحبائنا المسلمين اللي مش فاهمين فكرة الصليب لأنه حتى تلميذ المسيح لم يكونوا مدركين فكرة الصليب وأنه الصليب لعني وأنه الصليب عثرة وهكذا حتى لما المسيح لأول مرة تنبأ عن الهدف والغرض من مجيءه أنه سيذهب إلى أورشاليم وهذه الكلمات كانت في قيصرية فليبوس بعد الإعلان العظيم للرسول بوتروس أنت هو المسيح ابن الله الحي ابتدأ يسوع يتكلم عن الغرض أنه سيذهب إلى أورشاليم وسيسلم إلى رؤساء الكهنة وسوف يقتل وفي اليوم التالت يموت وطبعا هذه الفكرة لم يستحبها الرسول بوتروس أخذ المسيح جانبا وابتدأ يعني كأنه بدي يوبخ المسيح فالمسيح لا أعطى ولا أخذ من الآخر جابها معاه قال له أبعد عني يا شيطان حتى في فترة أيام المسيح مثل ما ذكرت توما ما كانش عنده الإدراك عن صلب المسيح حتى التلميذ لم يصدقوا حتى تلميذي عماس كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدئ إسرائيل وهكذا يعني أفكار مغلوطة ولكن أحبائي المسيح جاء لهذا الغرض المسيح تجسد سر التجسد والمسيح مات من أجل خطيانة وأقيم طبعا لأجل تبريرنا حتى يعطينا حياة أبدية هذا هو سر الفداء قسيس ثابت إحنا تناولنا يعني موضوعات شبيهة لنفس الموضوع اللي تحدثنا عنه ولكن على ما يبدو في كل عصر في كل جيل لازم نكرر أو نعيد الموضوع لأنه دايما بيتكرر نفس السؤال ونفس نوع الهجوم حول موضوع الصليب والسبب الرئيسي هو فيه مفاهيم مغلوطة حول الصليب كشخص أنت بتخدم وعندك خدمة طبعا على الميديا إيه اللي عم بصير وليه حول هذا الموضوع؟ واحدة من الحاجات المهمة اللي أنا أقدر أقولها ودي الأرضية المشاركة واللي احنا بنتفق عليها مع بعض أن موضوع الصليب زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة مش سهل فهمه حتى التلاميذ؟ بالضبط لأنه المسيح اتكلم مش مرة واحدة مرارا وتكرارا عن الصليب لغاية ما المسيح صلب ومات وقام كانوا لسه التلاميذ مش مدركين معنى الصليب ولا الهدف من الصليب فإذا كان التلاميذ اللي اتربوا في مدرسة المسيح واللي اتعلموا من المعلم الصالح اللي هو أجدر وأقدر من أي إنسان آخر كانوا محتاجين التكرار وحتى التكرار معلمش الشطار في الوقت ده لأنهم كلهم تناسوا وكان فيه أسباب يمكن نتناولها في مرة تانية لكن الفكرة الأساسية النهاردة الشيطان يرفض أن يعرف الناس أهمية الصليب ويرفض أن يستفيد العالم بالعمل الكفار على الصليب نمر واحد الحاجة التانية أنا أتذكر واحد من الخدام الرائعين كان في كتاب كتب كتاب عن الصليب الكتاب اسمه صليب المسيح وباللغة الإنجليزية ذكر روسوف كرايست كان بيقول حاجة من الحياة المهمة كان لديه الشرف أن أجاب له شخصياً في كلية اللاهوت أكتر من مرة يجي في مصر اللي هو القصة جون ستوت القصة جون ستوت قال لو فيها عزة مسيحية تخلو من الإشارة للصليب وأهمية الصليب ما تبقاش عزة مسيحية وأنا باتفق معاه تماماً في هذا الأمر لكن كمان لما نيجي نتكلم عن فكرنا العربي أن احنا شعب يعتمد على المسموعات دون التحقق من الأشياء يعني احنا شعب نخمن المعنى نفترض سوء النية أحياناً أو في معظم الأحيان مش بندور على الحقيقة احنا مجرد المسموعات شعب يعتمد على السمع فهنلاجي الشعب ده محتاج أن احنا من مرة والتانية والتالتة نكرر له أهمية الصليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر